تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام نشرة ليهم الأخبار تأتيكم من قناة ياما الشباب أعلنت وزارة الدفاع اقتراب قوات الجيش المقاتلة في محور كتاف شرق محافظة صعدة من استعادة السيطرة على مركز مديرية كتاف من عدة محاور وذكرت الوزارة في بيان أن القوات توصل تعقب ومطاردة مسلحي الحوثي عقب تحريرها عددا من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية في المحور وأشار البيان إلى أن مساعد جيشي لاستكمال تحرير مركز مديرية كتاف بشكل كامل يأتي تمهيدا للتقدم في العاملات العسكرية الصوبة مديرية الصفراء وتمكنت وحداتهم من الجيشي قبل يومين من تحرير مربع جشع وتطهيره بالكامل إضافة إلى استعادة السيطرة على مواقع جديدة بالقرب من الرزامات بمديرية الصفراء رصد الجيش الوطني وما لا يقل عن ثلاثة آلاف وثمانمائة انتهاك لوقف إطلاق النار في الحديدة الساري منذ الثامن عشر من ديسمبر الماضي وقال المتحدث باسم الجيش في مؤتمر الصحفي بمأرب أن تلك الخروقات أسفرت عن استشهاد مائة واربعين مدنيا وجرح ثمانمائة آخرين معظمهم من النساء والأطفال وجدد العميد عبد مجلد تأكيد على أن الجيش الوطني لا يقف مكتوف الأياد أمام تلك الخروقات منتقدا في السياق صمت الأمم وتغاضيها عنها ودع المتحدث العسكري والأمم المتحدة للزام الميليشيا الانقلابية بتسليم خرائط الألغام التي زرعت في مناطق متفرقة في محافظة الحديدة شن طيران التحالف غارات عنفة على معسكر تدريبي تابع للميليشيا الحوثي في محافظة حجة وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات جوية معسكرا حوثيا جنوب مديرية مستبى وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرح من الميليشيا إضافة إلى تدمير معدات عسكرية حوثية منها دبابة وعربة عسكرية وصهاريج وقود ومستودعة أسلحة وذخائر شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالة وبحسب مصدر عسكري فإن الغارات طالت منطقة شليل وأطراف منطقة هجار شمال قعطبة واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيا في معسكر حالم الذي تسيطر عليه الميليشيا غرب المديرية ذاتها وقال المصدر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر المتمردة وتدمير عتاد قتالية قلل محافظ الضالة لواء ركن علي مقبل من المعلومات التي تتحدث عن تقدم الحوثين في جبهة المحافظة وقال أن هناك تهويلا في هذا الجانب وأكد المحافظ في تصريح اليمن شباب أن المعركة في جبهة المحافظة ستشهد تحولا كبيرا في القريب العاجل مشيرا إلى اكتساب قوات الجيش والمقاومة خبرة كبيرة في المعارك خلال السنوات التي أمضتها في مواجهة الحوثيين كما أكد اللواء مقبل وجود خيانات سهل التقدم المتمردين الحوثيين إلى بعض المواقع في حين نجحت قيادة الجيش والمقاومة في ترتيب جبهة مريسة التي كانت على وشك الانهيار حد قوله وبشأن الدعم الذي يتم الحصول عليه من قبل التحالف العربي قال محافظ الضالة أن قيادة الجيش لم تتلقى أي دعم منذ فترة طويلة والقوات تقاتل بإمكانياتها المتاحة وفي مديرية الصروع غرب محافظة مأرب لقي 12 مسلحا حوثيا مصرعا في هجوم للجيش الوطني وقال مصدر عسكري أن المواجهات اندلعت عقب هجوم مباغد شنته قوات الجيش على مواقع تمركز المليشية الحوثية في ميسرة جبهة صروع وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش الوطني تحركات المليشية الحوثية في طريق هيلان ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها حمل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح حمل الحوثيين مسؤولية تعثر تفاهمات السويد وفي مقدمتها الاتفاق الخاص بالحديدة وقال الفريق محسن لدى لقاء فرياض صفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر أن اتفاق الحديدة تعثر تنفيذه في الفترة المزمنة لها بسبب مواطلة الحوثيين وتعنتهم وإصرارهم على المزيد من التحشيد وافتعال الأزمات وضف نائب الرئيس أن الميليشية المتمردة لا تكترث لشيء غير الحرب وتتعمد مضاعفة معاناة السكان ونهب الحقوق العامة والخاصة وارتكاب الانتهاكات المختلفة ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية ومن جهته جدد السفير تولر التأكيد على دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن وتحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث وافقت حكومة الولايات المتحدة والجمهورية اليمنية على سرعة عادة تطبيق نظام مقارنة وتقييم الهوية الشخصية التابع لنظام إدارة الحدود ويهدف العمل بهذا النظام إلى تعزيز الجهود اليمنية للتعرف على الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم الذين يحاولون السفر عبر الأراضي اليمنية ذات السيادة وفقا لبيان بثته الخارجية الأمريكية على موقعه في تويتر وقالت الخارجية الأمريكية أن أحدث إصدار من النظام سيسمح بفحص المسافرين من موانئ الدخول البرية والجوية والبحرية في اليمن من خلال تمكين جمع البصمات ومعلومات السيرة الذاتية وفقا للمعايير الدولية بالإضافة إلى وظائفه في التحقق من وثائق السفر المزورة نظمت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قصرا في تعز وقفة احتجاجية أمام المقر الموقع للسلطات تنديدا بجرائم الميليشيا الحوثية الانقلابية بحق المختطفين والمخفيين في سجونها وحملت الرابطة الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة حول ما تعرض له المختطفون من أعمال تعذيب وحشية تسببت في وفاة عدد منهم وكان آخر الضحايا نشوان مقبل سيف من فئة المهمشين وذلك بعد سبعة أشهر من الإفراج عنه خرجت رابطة ميليشيا الحوثية لليوم لتحمل جماعة الحوثي المسؤولية التامة عن وفاة المختطف نشوان كذلك نحمل جماعة الحوثي المسؤولية التامة عن سلامة أبناء المختطفين وراء القضبان نقول أن هذه ليست أول حالة من الحالات التي تخرج من سجونهم تتعرض للموت بعد خروجها بفترة بسيطة دليل على الوحشية التي يعانيها أبناء المختطفين والتعذيب الوحشي الذي يعانونه خلف قضبان سجون جماعة الحوثي المسلحة شيع العشرات في تعز الجندي بلال نجيب أحد أفراد شرطة الدوريات والذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في أحداث التصعيد الأخير الذي تسببه العناصر الخارجة عن القانون ضد السلطات وشارك في مراسيم التشيع قيادات عسكرية وأمنية وعدد من الأهل وتم تشيع الشهيد إلى مقبرة الشهداء بعد الصلاة عليه في جامع السعيد أقامت مبادرة مع الدولة لأجل المجتمع اليوم الندوة الحقوقية الأولى حول انتهاكات الميليشيا في تعز وصمت المجتمع الدولي وطلب المشاركون في الندوة بتفعيل الجانب الحقوقي وتحريك الملفات الحقوقية التي تظهر جسامة انتهاكات الحوثيين وشددت الندوة على ضرورة توحيد جهود الحقوقيين في التوثيق والرصد وتشكيل هيئة مشتركة للقيام بذلك تعز في واقع الميليشيات وصمت المجتمع الدولي طبعا اليوم الندوة هي تأتي ضمن أنشطة سلسلة مبادرة مع الدولة والهدف هي لأجل رفع الوعي المجتمعي الندوة طبعا اليوم هي لواقع لتظهر أو لكي نوصل على الأقل أو نرفع أو نفتح أذاء مسامع بعض الناس لأهمية وضع تعز وإظهار مظلوميته لأنه للأسف زي ما حاصل أو ما نتابع من تقارير ومن منظمات هو تغني فقط بحقوق الإنسان لكن أين منظمات حقوق الإنسان مما هو حاصل في تعز التي ترضخ للسنة الخامسة للحصار والقصف والتشريد كغيرهم من عمال البلاد دفع العمال في تعز ثمناً باهضاً نتيجة الحرب الغاشمة التي شنت الميليشيا على الشعب اليمني والمجتمع والتي ما زالت مستمرة حتى الآن وكان من أبرز نتائجها توسع رقعة البطالة والفقر متعب في يوم عيده عيد لا يعنيه ولا يعينه في ظل وضع مترد أجبره على العمل فوق طاقته للحيلولة دون دخول أسرته في مربع المجاعة والله نعيش أخاص عيشه بواضة الفقر ما عندنا هنا مصاريف ما عندنا هنا بياس نشقي بالأسبوع يوم واحد ونحن ما يتين قوع ونا كل طول الأسبوع حالة نحن حالة نشتغل من الساعة من الساعة السادسة الصباح حتى الساعة 12 ظهران ومن الساعة 12 ظهران من الساعة 2 ظهران حتى الساعة 5 والمنظمات جان للموظفين والمسؤولين يهيمن الخوف على العمال في يوم فرحتهم الأول من مايو جراء الضيق الحياة عليهم بثنائية الحرب والبطالة ولذا تجدهم مجبرين على العمل في أماكن الموت أقرب إليها من الحياة وكل ذلك محاولات لإبقاء أسرهم متعففة بعيدا عن إذلال المنظمات الإنسانية طبعا العمال في مدينة تعز يعانون كثيرا طبعا البعض منهم فقد أعمالهم الخاصة نتيجة الوضع الطارئ والبعض منهم فقد أعماله وتجارته أيضا لكنهم كثير من العمال ما زال يكافح على أنت كما تجد الآن وأنت لعلك مررت في الشوارع على أن ورأيتهم يكافحون من أجل لقمة العيش رغم المعاناة رغم كذلك لكنهم يكافحون ويبدلون القيم في سبيل توفير لقمة العيش البسيطة حياة صعبة بسبب تدني الدخل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومع هذا 5% فقط من عمال المهن الحرة بتاعز من يحالفهم الحظ بالحصول على عمل في حين يعود أكثر من 90% يوميا متأطئين رؤوسهم خشية نظرات أطفالهم في الوقت الذي يطوف به مئة العمال في شوارع مدينة تعز باحثين عن عمل هناك من يحتفل باسمهم بعيد العمال دون الالتفات لمعاناتهم جراء عدم الأعمال عبدالعز الزبحاني من شباب تعز أعلنت السلطات في محافظة تعز استئناف العمل في مبنى كلية المجتمع في حي الشماسي وسط مدينة تعز بعد توقف دام أكثر من 30 عاما وزار وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي مبنى كلية واطلع على الأعمال الإنشائية القائمة لاستكمال المشروع وقال أن استئناف العمل فيه يعد جزءا من خطة السلطة المحلية في سبيل إعادة تطبيع الحياة وتحريك عجلة التنمية نحن اليوم في زيارة ميدانية استطلاعية مع الأخ مدير عام مكتبة تربية التعليم ومدير التعليم الفني والمهني لتدشين هذا المشروع ليصبح كلية للمجتمع كلية المجتمع تابع للتعليم الفني والتدريب المهني مؤقتا وسيعود إن شاء الله حينما سينفذ مشروع الكلية هنا قريبا في تعز وسيبنى مبنى خاص للكلية سيحال حينها هذا المبنى ليعود لتربية التعليم ليكون مدرسة هذا المشروع الذي له أكثر من ثلاثين عام تعطل بنائه لأسباب عديدة لكن اليوم السلطة المحلية ضمن حملة إعادة تطبيع الحياة استهدفنا قز كبير من إعادة ترميم هذا المبنى رياضيا انطلقت اليوم الأربعة منافسات البطولة التنشيطية لكرة الطاولة لأندية العاصمة المؤقتة عدن وتصدر ترتيب المجموعة الأولى نادي التلال فيما جاء نادي الروضة بالمركز الثاني وفي المجموعة الثانية جاء نادي الشعلاء بالمركز الأول ونادي الجلاء في المركز الثاني وتقام منافسات البطولة في صالة الشهيد الحيدري بنادي المنصورة وتستمر حتى الثالث من مايو الجاري مشاهدي كرام كان هذا كل ما لدينا من أخبار اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة